احنا معانا دلوقتي الاستاذة وفاء قطب اصغر مأزونة في مصر اهلا بيك يا استاذة وفاء اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك قولنا نحايتك دفتر الاحوال بتاعك اخباره ايه؟ دفتر الطلاق اخباره ايه؟ الطلاق شغال على طول اكتر من الجواز؟ اه لا مش اكتر من الجواز طبعا في النسبة بس طبعا نسبته بالنسبة للجواز نسبة مرعبة مرعبة انا بس حد اوضح ان انا مجدون شرع المحافظة الاسمالية طبعا معروف محافظة الاسمالية تتصدر المراكز تقول عن مستور جمهورية في النسبة الصلاة طبعا بالنسبة المدينة طبعا بالنسبة المدينة من مدن القناة طبعا برضو مدينة صغيرة مش كبيرة ما يكون فيها عدد او نسبة الصلاة العالية دي للشكل طب ده السبب ايه يا فندم؟ السبب ايه موجة نظم كمش ده؟ اه لا هي فندم يا دكتورة هو الاسباب طبعا هي متعددة يعني انا من خلال مكتبي خلال حالاتك بيجيلي طبعا تدخل الاهل ده عندي بتتصدر يعني المكتبة المعجولة اهلو يدخلو اهلو يدخلو اهلو يدخلو طبعا موضوع بيبقى في الاهل خالص بيقلب الموضوع شخصي ما بين الاهل والذبين من هما اللي بتضموا في الاهل ايوه وعندي كمان يعني عندي اجباب كتير طبعا الجاه اللي بحتياجات الطرف الاخر دي يعني من الاجباب برضو اللي عندنا برضو موجودة ومتشرة دلوقتي انا مش عارفة احتياجات زوجي ايه فبالتالي بتعامل معا بغلط وكذلك العث الصحيصة بالتالي فبالتالي ادور على احتياجات دي بره سواء بقى على السوشين ميديا او بره بعلاقات خارجية عن طريق السليفون او المقابلات وممكن تتطرف لأكثر من كده حدود العلاقة فطبعا ده يؤدي الى فشل طبعا والعلاقة الزوجية عندي برضو تدخل سواء بقى على الاصدقاء اكد بناصلة حد مش خبرة عندنا هنا برضو تفوق الصغر من الزواج او نفسي بضبوط اه يعني الخوف من ما يكون فيه بنت في البيت مثلا تعادل تجاوزة الثلاثين وطبعا بتسمع كلام موتيش جدا موسيق جدا بيها بيدمر في نفسيتها فتلاقي البنت اللي اصغر منها في الترتيب واللي قبلها واللي قبلها بتلاقيها بتجري على الزواج علشان ما تقعشي طريقة للاختاها الكبيرة وقع في فبالتالي يكون فيه سوء في الاختيار اشكرك يا ابسادة وفاء الف شكر انا بس عندي سؤال يا دكتور